التقى وزير البترول طارق الملة مع رئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل وذلك لبحث سبلي دعم وزيادة تعاون المشترك في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة وأوضح الملة أن هناك تنصيقا مستبرا مع المؤسسات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأحد شركاء التنمية من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الحاوية في مصر من جانبه أعرب سنبل عن أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي حققت نموا إيجابيا في ظل حدة أزمة فيروس كورونا وذلك يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية